مصر تصديف فعليات التدريب المشترك درع العرب واحد ده بينفذ لأول مرة في مصر في المدة من 3-16-2018 في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة في نطاق البحر المتوسط ده بيتم في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك ما بين مصر والدول العربية الشقيقة علشان يعني نعزز القدرات القتالية للقوات المسلحة وتحقيق الأهداف المشتركة القوات العربية بدأ بالفعل توفدها اللي هتشارك في قاعدة الجوية والمنافذ البحرية المصرية هيشارك في التدريب عناصر من قوات البحرية والبرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة بنتكلم هنا عن مصر السعودية الإمارات الكويت البحرية الأردن كمان عندنا هتشارك المغرب وهيشارك لبنان بصفة مراقب التدريب درع العرب واحد ده جاي في إطار خط التدريبات مشتركة بتنفذها القوات المسلحة المصرية وإحنا الحقيقة شايفين ده لما بنقول وبتدينا كلامنا عن علاقات مصر الخارجية وجولات الرئيس على المستوى العسكري ما أنت محتاج قوة حتى لو القوة دي مش هتستخدمها على الأرض لكن زي ما بيقول كده خبراء الاستراتيجيين وعلوم العسكرية أنت محتاج قوة الرضع لأي حد بتسول لي نفسه أنه يعتدي عليك يعتدي حتى على قرارك السياسي أنك تكون تمتلك قوة عسكرية حائية وهنا وكمان إحنا عززنا ده بالتسليح التنويع مصادر التسليح ده برضو شيء مهم أني دخلت يعني آليات ونظم فنية وعسكرية جديدة في القوات المسلحة فده بيدي رسالة رسالة لأي حد وكمان اختياري للدول اللي أنا بعمل معها تدريبات العسكرية المشتركة وبرضو إذا كانت الجوالات مختلفة لكن إحنا برضو بنعمل تدريبات عسكرية مع الدول العربية مع الدول الأوروبية وغيرها فده ونرجع هنا لدرع العرب واحد لأول مرة ينفذ بهذا العدد من الدول العربية وده جاي برضو في إطار أنه لا إحنا في ظرف استثنائي التحدي الموجود في هذه المنطقة يستلزم أن القوة العربية تكون قوة حائية على الأرض أن يكون لهم كلمة وليهم موقف ويكون في تنسيق مشتركة على المستوى السياسي وبالتأكيد على المستوى العسكري